أولاً وقبل كل شيء نلاحظ أن الرئيس السابق ترامب يعتمد على موروث مرحلة حكمه ويقول إن الاقتصاد كان جيداً والأسعار مستقرة والتضخم غير مرتفع ومعظم ذلك صحيح في المقابل نعلم أن الإدارة الحالية كانت ضحية الجائحة وكان عليها استعادة عافيتها وأنفقنا الكثير واقتردنا الكثير من المال لبلوغ ما نحن عليه اليوم وإذا اعتبرت أن كاميلا هاريس مرشحة اعتماداً على موروث بايدن فذلك لم يكن لديها الوقت لوضع مخطط اقتصادي لدعم عافية الاقتصاد الوطنية وبالتالي من الصعب تحديد من منهما الأحسن أعتقد أن الاقتصاد أمر مهم لأنه يتسبب في العديد من المشاكل للناس فإذا كنت تكافح فقط من أجل ضمان طعامك وإطعام أطفالك وإيجاد مكان للسكن فإنك لن تفكر في الأشياء الأخرى لذا فإن الاقتصاد هو أهم عنصر ومن الصعب تصديق أي من المرشحين حين تحلل الحقيقة فترامب يقول إنه سيحمي الجامعة بالكثير من المال وسيمرر تخفيضاته الضريبية وكما لا تقول إنها ستعتني بالطبقة المتوسطة من خلال فرض الضرائب على مرتفع الدخل لا أعتقد أن أي من الخطتين نهائية هذا واضح ولا أحد يستطيع القول إنه قادر على تطبيق ما يقول لأن لديه دعم الكونغرس أو لديه خطة مكتوبة أو طويلة الأمد وأخرى قصيرة الأمد لذا فأنت عالق في المتمنيات وتصوت على الخطة التي اخترتها هل تريد حماية الأغنياء أم تريد حماية الطبقة المتوسطة العديد من الأشخاص يقلقون بشأن ارتفاع الأسعار وخصوصا المواد الغذائية الباهبة والشباب لا يستطيعون شراء منازل بسبب ارتفاع الأسعار خلال الأربع سنوات الماضية بمعدل خمسين في المائة تقريبا وبتالي نواجه هذا الوضع ولم تتمكن إدارة بايدن من استعادة عافية الاقتصاد وأعتقد أن السيدة هاريس غير قادرة في رأيي ولا تتوفر على برنامج جيد حاليا وكل ما تفعله هو عدم الإضرار بصورة بايدن أعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يشكل أهمية كبرى بالنسبة لي وقد تم خلق قدر كبير من فرص العمل خلال السنوات الأربع الماضية كما أن سوق الأسهم والسندات يعمل بشكل جيد للغاية وأنا في وضع أفضل الآن مما كنت عليه قبل أربعة أعوام ولا أعتقد أن الاقتصاد كان في وضع أفضل تحت إدارة ترامب فعندما كان رئيسا فإن كل ما فعله هو خفض الضرائب على الأغنياء وجعل الطبقة المتوسطة تعاني